نعم بالتأكيد سارة ننتوجد الآن في مركز الضبط الأمني في التنعيم بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة هذا المركز أو هذه المركبات القادمة من منطقة المدينة المنورة إلى العاصمة المقدسة نشاهد الآن أفراد القوات الخاصة لأمن الطرق بالعاصمة المقدسة يقومون بواجباتهم الميدانية نحو هذه المركبات للتأكد من هوياتها والتأكد أيضا من أن المركبات هذه أو من يقود هذه المركبات حاج أو قد يكون معتمر أو حتى قد يكون من أهل منطقة مكة المكرمة إضافة على ذلك التعاون المشترك في كل عام نشاهد بين الجهات كافة وخاصة الأمنية على سبيل المثال الآن في هذه النقطة الإدارة العامة للمرور أيضا تشارك في هذه النقطة أو هذا المركز ويقومون بعملهم المعتاد بتحرير المخالفات المرورية إن وجدت والتأكد من اتخاذ المركبات كافة الإجراءات أو السلامة المرورية حقيقة سارة وعبدالله أنا أمس وصلت لمكة كتقادم من المدينة منورة تفاجأت بالوعي التام والانضباط من قبل أهالي العاصمة المقدسة يعني كنا نتعود في كل عام إنه هذا المكان أو حتى منطقة مكة المكرمة تشهد ازدحام كثيف لكن هذه المرة أو يعني تزامنا مع القرارات اللي أصدرتها وزارة الداخلية لحج هذا العام نشاهد مدى الانضباط من أهالي مكة بعدم الخروج إلا للضرورة من منازلهم حتى لا تصبح ازدياد أو حتى لا يكون هناك ازدحام في الحركة المرورية في شوارع العاصمة المقدسة وأن يكون حج هذا العام بإذن الله تعالى سلس وبكل يسر وسهولة بالنسبة للالتزام من حولك محمد يعني هل ترى التزام من كل المتواجدين بالإجراءات الاحترازية ولو هناك مخالفات يتم أخذها بشكل واضح أكيد سارة في التزام كبير من قائدي أو ملاك المركبات بالإجراءات الاحترازية لو تكلمنا عن فيروس كورونا وفي الجهة المقابلة لو حبيبنا وهارج مصورنا العزيز يأخذنا لهذه الجهة نشوف الآن إحدى غرف الفرز البصري الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا والتابعة هي أيضا لوزارة الصحة يعني في هذا المركز سارة وعبدالإله من يمر من هذا المركز أو عبر هذا المركز أن يشتبه به بإصابته بالفيروس أو أراد الكشف هذه الغرفة تحمل طاقم من وزارة الصحة يعملون على هذه الأمور للحد من انتشار هذا المرض وجعل هذا الحج في هذا العام آمن وسهل وما زلنا سارة وعبدالإله نتابع معكم أول بأول جميع الأحداث من العاصمة المقدسة من مكة المكرمة ولا أنسى أن الحج إن شاء الله يكون حج بدون أي مخالفة يعني أمن الطرق يمركزين جدا يعني هناك تركيز عالي على الحج بدون تصريح على الفور يتم تحرير المخالفات النظامية بحق مرتكب هذه المخالفة أو حتى ناقل أي حاج بدون تصريح يعطيك ألف عافية يعني وبيض الله وجيههم حتى أنت يعني شكرا لك محمد على تركيزك قبل شوي لفت ناظري هو حتى يخاف على الحالة المرورية يوقف صاحب التريلا عشان يعدي وهذه هي صعوبة عمل المراسل الميداني يعطيك ألف عافية أنت وجميع الزملاء ما قصرت الله يحفظك يعطيك العافية